اشتركوا في القناة والمنشآت والمنظمات لا تستطيع الاستمرار دون اتصالات تحمل الأوامر والتوجيهات فالوظائف الإدارية كما تعلمناها سابقا من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وغيرها تأخذ شكل القرارات الإدارية وهذه القرارات عزيز الطالب ليس لها قيمة ما لم يتم إيصالها إلى المنفذين وسنتناول في هذه الوحدة الوحدة السادسة درس الاتصال الإداري ونذكر أهميته وتعريفه وعناصره وأهداف الاتصال الإداري ووسائل ومبادئ ومعوقات الاتصال الإداري عزيز المتعلم الأهداف أو النتاجات المتوقع تحقيقها في نهاية الدرس هي أن تعرف الاتصال الإداري توضح أهمية الاتصال الإداري تبين عناصر الاتصال الإداري أن تعدد أهداف الاتصال الإداري توضح أنواع الاتصال الإداري كما تبين وسائل الاتصال الإداري وتوضح مبادئ الاتصال الإداري كما توضح معوقات الاتصال الإداري وتذكر نماذج للاتصال الإداري من سيرة المشطفى صلى الله عليه وسلم في البداية سوف نتعرف على تعريف الاتصال الإداري ما هو تعريف الاتصال الإداري؟ قدم عدد من العلماء عزيز الطالب العديد من التعريفات المتعددة لاتصال الإداري وسبق وتناولتها مع معلمك فما هو تعريف الاتصال الإداري؟ أحسن هو سلوك يؤدي إلى تبادل المعلومات أيضا هو عملية نقل المعلومات من شخص إلى آخر بهدف إيجاد نوعا من التفاهم المتبادل لما أقول نقل المعلومات من شخص إلى آخر إذن هنا يشترط أن يكون هناك شخصي فأكثر أيضا ما هي العناصر الأساسية الموجودة في التعريف الذي تنولنا قبل قليل؟ أن يكون هناك مرسل ومشتقبل أحسنتم أيضا أن يتم الاتصال عن طريق أسلوب معين أو فعل معين ما هو هذا الفعل؟ طبعا الفعل لابد أن يكون لفظي أحسنتم أو غير لفظي أيضا أن يكون شفهي أو أن يكون كتابيا طيب عزيز الطالب هناك أهمية للاتصال الإداري ما هي أهمية الاتصال الإداري؟ تساعد عملية الاتصال الأفراد على فهم وإدراك طبيعة العمل أحسنتم من خلال ماذا؟ إذن أنا قائد شرحت آلية العمل للموظف هل هذا سيساعد الموظف على إنجاز مهامه على أكمل وجه؟ نعم أحسنتم أيضا تساعد عملية الاتصال الإداري على تلمية العلاقات الإنسانية داخل المنظمة كيف؟ تخلق جو من التعاون تخلق جو من الترابط والتكاتب لتحقيق أهداف المنظمة أحسنتم أيضا تساعد على معرفة معوقات العمل من خلال عملية الاتصال نعرف من الذي قام بعمل خطأ من أين صدر هذا المعوق؟ هل هو من الرسالة التي تم إيصالها؟ أم من الفرد نفسه؟ حتى نتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لهذا المعوق الذي حصل أيضا تعد عملية الاتصال عملية همزة وصل بين من ومن بين المدير ومركز الآداء الفعلي أيضا تساعد عملية الاتصال على تحديد دور كل فرد داخل المنظمة بالإضافة إلى أن الاتصال وسيلة أساسية لتوحيد وتنسيق جهود العاملين داخل المنظمة تمثل اتصالات عزيز الطالب جزء كبير من أعمال المديرين كما ذكرنا سابقا حوالي 75% من أوقاتهم تقضى في عملية الاتصال تعرفنا على أهمية الاتصال الإداري ننتقل الآن إلى عناصر الاتصال الإداري ما هي عناصر الاتصال الإداري عزيز الطالب؟ أول عنصر هو المرسل لو طبقنا على الفصل من هو المرسل داخل عملية الصف أثناء شرح الدرس؟ نعم هو المعلم إذن المرسل هو عزيز الطالب القائم بعملية الاتصال ويعد الطرف الأول في عملية الاتصال كما أنه يأخذ زمام المبادرة في عملية الاتصال إن المعلم هو المرسل هو من سيقوم بنقل فكرة أو رسالة أو معلومة إليك أيها الطالب إذن من هو المرسل في المنظمة هو المدير من هو المرسل داخل الصف هو المعلم طيب العنصر الذي يليه هو الرسالة أحسنتم ما هي الفكرة أو الرسالة التي يريد إيصالها المعلم؟ أحسنت أيها الطالب المعلم يريد إيصال المعلومات إليك بصورة واضحة الخبرات التي يقدمها المعلم لك الدروس التي يشرحها هي الرسالة إذن ما هي الرسالة عزيز الطالب؟ هي الفكرة أو المعلومة التي يصيغها المعلم أو المدير بلغة مفهومة للمستقبل وتتضمن ما يرغب المرسل في إيصاله طبعا تكون عن طريق كلمات أو جمل أو صور أو نقوش أو غيرها كيف يوصل إليك المعلم هذه الرسالة؟ ما الذي يستخدم المعلم لإيصال هذه الرسالة أو المعلومات أو الخبرات؟ يستخدم الصبورة، أحسنت، الحوار، المناقشة، جهاز العرض وغيرها من الوسائل إذن ما هو العنصر الثالث عزيز الطالب؟ العنصر الثالث هو الوسيلة والوسيلة هي الآداء التي تستخدم لنقل الرسالة من المعلم أو المدير المرسل إلى المستقبل وهو أنت عزيز الطالب وتكون الرسالة أو عفواً وتكون الوسيلة مرئية أو مسموعة وهي ما نطلق علي عزيز الطالب قناة الاتصال إذن ما هي قناة الاتصال؟ هي الوسيلة، أحسنتم أما العنصر الذي يليه هو المستقبل ومن هو المستقبل داخل عملية الصف عزيز الطالب؟ وأنت إذن المستقبل هو من يستقبل الرسالة ويقوم بتنفيذها وفك رموزها وإدراك محتواها ولكي يتحقق الاتصال عزيز الطالب بفعالية لا بد أن تعي أنت أيها المستقبل رسالة المرسل، أي تفهمها وما الذي يدل على أن المستقبل فهم الرسالة؟ هو العنصر الأخير وهي التغذية الراجعة ما هي التغذية الراجعة في عملية الاتصال داخل الصف؟ هي أن يقوم الطالب بإظهار ما تعلموا وما اكتسبوا من هذه المعلومات والخبرات وتفاعل الطالب مع المعلم أو تكون من خلال التعبير بالوجه أو الإشارات والأسئلة والاستفسارات من قبل الطالب إذن ما هي التغذية الراجعة عزيز الطالب؟ التغذية الراجعة يطلق عليها التغذية المرتدة أو العكسية وهي الاستجابة المتبادلة بين المرسل والمشتقبل للرسالة بمعنى أنها ردت فعلا المشتقبل طبعا تبين التغذية الراجعة عزيز الطالب مدى فعالية الاتصال فإذا كان هناك تعديلات في عملية وسيلة الاتصال بإعطاء مزيدا من الشرح والإضاحة للمستقبل فهذا يدل على نجاح عملية الاتصال إذن ما هي عناصر الاتصال عزيز الطالب؟ هي المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والتغذية الراجعة ما هي أهداف الاتصال الإداري عزيز الطالب؟ أهداف الاتصال الإداري هي تعريف المرؤوسين بالأهداف والسياسات والبرامج والخطط يعني أنا كقائد أجتمع في الموظفين وأعرفهم بسياسة العمل والهدف الذي نسعى له أيضا من أهداف الاتصال شرح وتفسير القواعد والإجراءات التنفيذية وأبين لهم أهميتها بأهداف المنظمة أيضا من أهداف الاتصال الإداري متابعة الإنجاز أنا الآن اجتمعت في الموظفين شرحت لهم آلية العمل والقواعد والإجراءات أبدأ أتابع الإنجاز من خلال التقارير للمعلومات الصاعدة من الموظفين إلى الرئيس أيضا يتم فيها تبادل المعلومات بين الوحدات المشتوى التنظيمي الواحد وتسهم في تحقيق التكامل والإنجاز في مستوى تنظيمي واحد يعني كلهم في نفس مستوى الإدارة مدير إدارة التسويق مدير إدارة المبيعات مدير إدارة البيع بالتجزئة وهكذا إثارة دافعية الأفراد للعمل والإنجاز إذن الاتصال الإداري يثير دافعية الأفراد للعمل أيضا يؤكد على العلاقات بين الأفراد في المنظمة ويؤكد على روح الفريق وروح التعاون وروح الجماعة ننتقل الآن إلى أنواع الاتصال الإداري ما هي أنواع الاتصال الإداري؟ لدينا ثلاث أنواع للاتصال الإداري النوع الأول هو الاتصال الكتابي أو الاتصال الشفهي عفوا الاتصال الشفهي والكتابي ما هو الاتصال الشفهي؟ طبعا يعد من الأساليب القديمة المشتخدمة في عملية الاتصال هذا النوع عزيز الطالب يحتاج قدرة من التعبير من من؟ من المرسل أحسنتم طبعا هذا النوع يوفر الوقت يخلق روح الصداقة بين الرئيس والمرؤوس من أمثلته الهاتف المقابلات المناقشة أما الاتصال الكتابي يعتمد بالدرجة الأولى على الكلمة المكتوبة شيء مكتوب مثل إيش؟ مثل أحسنتم التقارير، النشرات، التعليمات، الخطابات، التعاميم طبعا أساعد هذا الاتصال المرسل بالاتصال بعدد كبير من الموظفين في نفس الوقت بعكس الاتصال الشفري طبعا يجب الأخذ في الاعتبار عزيز الطالب في الاتصال الكتابي أنه لابد من استخدام كلمات محددة ومراعاة لغة المستقبل وثقافته وإدراكه واستخدام الجملة القصيرة لإيصال المعلومة أما النوع الذي يليه هو الاتصال الرسمي وغير الرسمي أحسنتم طبعا الاتصال الرسمي هو الذي يحدد خطوط وقنوات الهيكل التمريمي يعني يكون من مين لمين؟ طبعا يكون من قائد لموظف لما أنه رسمي، رسمي من قائد لموظف ومن موظف إلى قائد طبعا يحدد أساليب الاتصال فيه كما تعلمنا في الوحدة الثالثة وهي وحدة التنظيم الاتصال الغير رسمي هو اتصال يقوم على أساس العلاقات الشخصية يعني إيش؟ يعني مثل مين؟ مثل الأصدقاء في العمل، الزملاء في العمل إذن هو اتصال يقوم على أساس العلاقات الشخصية والاجتماعية بين الأفراد طبعا يجب التنوية يا عزيزي الطالب أنه كل ما كانت خطوط الاتصال الرسمية طويلة كل ما كان هناك قصور في نظام الاتصال يعني العلاقة علاقة عكسية إذا صار والله عندي أكثر من إدارة خطوط رسمية طويلة كل ما كان عندي الاتصال في قصور مما يؤدي إلى ظهور الاتصالات الغير رسمية طبعا الاتصالات الغير رسمية غير مرغوبة كما نعلم كثيرا في المنظمات أو في العمل أما النوع الذي يليه هو الاتصال النازل والاتصال الصاعد والاتصال الأفقي طبعا من مقصود باتصال نازل واتصال صاعد واتصال أفقي كما هو ظاهر لديكم في الصورة الآن الاتصال النازل لو أطبق عليك أنت أيها الطالب داخل الصف يكون من معلمك إلى إليك أنت أيها الطالب إذن من المعلم إلى الطلاب يسمى اتصال نازل من معلم من رئيسك إلى إليك أنت أيها الطالب إذن هنا اتصال نازل أما الاتصال الصاعد فهو من الطالب إلى المعلم أي منك أنت أيها الطالب لمعلمك من المرؤوس إلى الرئيس أما الاتصال الأفقي هو الذي يكون بين الطلاب أنفسهم لأنهم كلهم مرؤوسين كلهم في نفس المشتوى لو انطبق على إدارة لو انطبق على إدارة عزيز الطالب الاتصال النازل هو الاتصال الذي يحدث من أعلى إلى أسفل داخل التنظيم كما هو في الصورة أمامكم الآن أي من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير العام من المدير العام إلى مدير الشؤون المالية أو من المدير العام إلى مدير إدارة التشويق هذا نسميه اتصال نازل أما طبعا عادة ينطوي على الأوامر والتعليمات والتوجيهات أما الاتصال الصاعد فهو الذي يحدث من أسفل التنظيم أي مثلا من مدير إدارة التسويق إلى مدير العام أو مثلا من المدير العام إلى رئيس المجلس أو رئيس مجلس الإدارة طبعا هذا النوع يعد التقارير ويوجهها إلى المدير الأعلى منه ليبين مثلا الإنجازات التي تمت خلال هذا العام أو خلال هذا الأسبوع أما الاتصال الأفقي هو الذي يحدث بين الوحدات في نفس المجتوى مثل اتصال مدير التسويق بمدير شؤون المالية أو مدير الإنتاج في نفس المجتوى هذا النوع يطلق عليه الاتصال الأفقي طبعا كلها تعتبر اتصالات رسمية ليش؟ لأنها داخل التنظيم الرسمي إذن ما هي أنواع الاتصال الإداري؟ اتصال شفهي وكتابي اتصال رسمي وغير رسمي واتصال نازل واتصال صاعد واتصال أفقي ننتقل الآن عزيز الطالب إلى وسائل الاتصال الإداري تعد وسيلة اتصال أحد أهم من العناصر الهامة في العملية الاتصالية في المرسل أو القائم بالاتصال مهما كانت لديها أفكار واضحة لن تكون مجدية هذه الأفكار عزيز الطالب ومحققة للأهداف من تتوفر الوسيلة من أمثلة هذه الوسائل عزيز الطالب التعليمات والقرارات والقواعد ماذا أقصد بالتعليمات؟ طبعا التعليمات عزيز الطالب هي الأوامر التي ترشد العاملين في العمل طبعا تكون مكتوبة أما القرارات عزيز الطالب تتعلق بالمشكلات التخططية أو التنفيذية وعلى ضوءها يقوم الموظف بتنفيذ هذه الخطط أو حل المشكلات أما القواعد هي وسيلة لتوجيه جهود العاملين نحو الأهداف المرجوة أو المحددة بعدها يأتيني التقارير المالية والدورية طبعا تعد هذه التقارير نتائج للأعمال السنوية التي تقدم للجمعية العمومية وللمساهمين كما تعد لوضع تقارير عن سير العمل ونتائجه بشكل مبسط تأتي بعدها المجلات والنشرات للعماء هذه المجلات والنشرات ترتبط دائما بالعاملين داخل المنظمة بالدرجة الأولى طبعا تصدر كل أسبوعين أو تكون شهرية أو تكون ربع سنوية تستخدم هذه الوسيلة للاتصال بأكبر عدد من الموظفين داخل المنظمة طبعا لها طرق توزيع مثل توزيع مباشر على العاملين أو وضع نسخ في كل إدارة من الإدارات وإرسالها إلى منازلهم الإعلانات عزيز الطالب أيضا تعتبر من وسائل الاتصال الإداري طبعا تستخدم عن طريق تعليق لوحات إعلانات داخل المنظمة أو عن طريق الإعلان في الوسائل الإعلام المختلفة يأتي بعدها الكتيبات والأدلة طبعا هذه الكتيبات والأدلة تكون أكثر انتشارا بين أيدي العاملين وش هدفها؟ هدفها عزيز الطالب تعريف العاملين بالمنظمة من ناحية الهيكل التنظيمي من ناحية الإدارات من ناحية أيضا أنها تعطي صورة موجزة عن أنشطة المنظمة كذلك تضمن معلومات تفصيلية عن سياسة الشركة وهدافها مثلا أيضا تتحدث عن سياسات الأفراد الرئيسية مثل الأجور والرواتب والحواطس والخدمات وغيرها يأتي أيضا من وسائل الاتصال الإداري الندوات والاجتماعات هذه الندوات تعتبر من أقدم الأساليب الاتصال الشفوي بين العاملين تستخدم في معظم المنشآت طبعا الهدف منها تعريف العاملين بالتعديلات التي سوف تطرع العمل أو مناقشة المسائل العامة والتي تحتاج إلى أكثر من وجهة نظر وغيره أيضا من سلوب وسائل الاتصال الإداري اللي هو الخطابات طبعا تستخدم الخطابات كوسيلة الاتصال بين الرئيس الأعلى للتنظيم وباقي المديرين لضرورة أن يكون لديهم وسائل تمكنهم من سرعة الاتصال بالعاملين طبعا يجب أن يكون من شروط الخطابات أن تكون سهلة الفهم ومكتوب بلغة واضحة وسليمة بحيث يستطيع فهمها جميع العاملين داخل المنظمة أيضا من الوسائل الاتصال الإداري اللي هي الوسائل السمعية والمرئية طبعا تعد ذات أهمية كبيرة في الاتصال في الوقت الحاضر من أنثلتها الأفلام والتسجيلات والصور وتستخدم هذه الوسائل طبعا لتكون كوسيلة توصيل للمعلومات للأفراد سواء داخل المنظمة أو خارج المنظمة طبعا تستخدم في شرح قواعد العمل وأساليب العمل وأثناء اتخاذ قرارات هامة لبعض الشركة وغيرها أيضا من وسائل الاتصال اللي هو الهاتف طبعا يعد من الأساليب الشائعة عند الاتصال بالعاملين في الأعمال المتكررة طبعا وش يؤخذ عليه؟ يؤخذ على الاتصال بالهاتف صعوبة استخدامه في حالة الاتصال بعدد كبير من العاملين في نفس الوقت طبعا التي يليها طبعا هي التقارير وتعد من الأساليب الشائعة والهامة في عملية الاتصال الإداري وترتبط التقارير دائما بسير العمل ونتائج الأداء والمعوقات في الأداء وحل المشكلة يأخذ عليها طبعاً طهور التحييز أحياناً من قبل العامل المعد لهذا التقرير بهدف إخفاء ماذا عجز الطالب؟ حسناً بهدف إخفاء بعض القصور الذي قد يتعرض بسببه هذا العامل أو هذا الموظف للمساءلة والعقوبة أيضاً من الوسائل الاتصال الإداري وهي اللجان وتساعد هذه اللجان على تدعيم العلاقة بين الإدارة والعاملين وتشجيع العاملين على تقديم مقترحاتهم وعرض آرائهم وأفكارهم وبالتالي تستطيع الإدارة أن تستخلص ما يؤدي لتطوير العمل آخر وسيلة من وسائل الاتصال الإداري اللي هي الشبكات الحاسوبية طبعاً هذه الشبكات الحاسوبية تعتمد اعتماد كله على الإنترنت وهذا الإنترنت قد يساعد على التواصل بين الموظفين داخل المنشآة وبين المنشآت في جهات أخرى منها البريد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والهواتف الجوالة والاجتماعات عن بعد وغيرها من الوسائل التي تعتمد عليها التقنية الحد مبادئ الاتصال الإداري ماذا أقصد بمبادئ الاتصال الإداري؟ طبعاً لدينا عدة مبادئ يجب أن تتوفر في الاتصال الإداري أول مبدأ اللي هو الإعداد الجيد طبعاً يقصد به جمع المعلومات عن الموضوع الذي سيتم الاتصال به أجمع معلومات عن الموضوع اللي راح أتكلم فيه لازم أني أتعرف على طبيعة النظام والمشاركين اللي موجودين معي في هذا الموضوع ثم أدرس أفضل الطرق للاتصال بهم أشوفوش الطريقة اللي تناسبهم هل هي طريقة الخطابات أو الاجتماعات أو الهاتف وغيره بالإضافة إلى أني أعرف طبيعتهم علشان أقدر توصل إلى نمط كل شخص من أجل إيصال المعلومة إلي بطريقة واضحة تحقق أهداف المنشأة أيضاً من المبادئ اللي هو الوضوح والبيان يجب استخدام لغة مفهومة وواضحة من أجل إيصال المعلومة لأطراف عملية الاتصال أيضاً من مبادئ عملية الاتصال الإنسيابية طبعاً يجب أن يكون هناك شبكة اتصالات محدودة وواضحة ماذا يميز شبكة الاتصالات هذه؟ أن تتميز بالمرونة بما يساعد في تحقيق الأهداف أيضاً من مبادئ وسيلة الاتصال أو من مبادئ الاتصال هو اختيار الوسيلة المناسبة للاتصال طبعاً يجب أني أختار الأنسب من بين جميع الوسائل اللي سبق ذكرناها ليش يا عزيز الطالب؟ لماذا يجب أن نختار أفضل وسيلة من أجل إتمام عملية الاتصال بطريقة ناجحة تحقق للأهداف المطلوبة أيضاً من مبادئ الاتصال الإداري اللي هو التوقيت السليم طبعاً مهم جداً مراعاة التوقيت السليم للاتصال حيث لا بد من اختيار الوقت السليم في حال إرسال رسالة معينة أو إيصال معلومة معينة ويجب أن لا تتأخر هذه الرسالة لأن تأخيرها قد يؤدي إلى تعطيل سير العملية أو تعطيل سير الهدف المحقق أو المرجو تنفيذه الاستعداد لتلقي الرسالة طبعاً من أبرز مظاهر الاستعداد لتلقي الرسالة هو الإنصات أثناء الاتصال الشفوي ولا بد من الاستعداد أيضاً لتلقي الرسالة المكتوبة بحيث يجب قراءتها قراءة جيدة ومتمعانة أيضاً من مبادئ الاتصال الإداري اللي هو متابعة الاتصال وإهمال متابعة المعاملات والاتصال قد يعني فقط كل الجهود التي سبق ذكرها لا بد من متابعة مجتمرة لضمان تحقيق الأهداف أو الغايات من عملية الاتصال ننتقل الآن إلى معوقات الاتصال الإداري أول معوق من معوقات الاتصال الإداري اللي هو لغة الاتصال طبعاً عدم وضوح الرسالة المرتب لها قد يؤدي إلى فشل الاتصال إذن أول معلق أو أول معوق هو لغة الاتصال ثاني معوق اللي هو موضوع الاتصال لابد أن يكون لدي إلمام كافي بحيث يؤدي إلى عدم إعاقة الاتصال لو أنا ما عندي إلمام كافي موضوع الاتصال يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات عديدة في عملية الاتصال لابد أني أحدد مضمون الاتصال ولابد أني أجمع معلومات عن الموضوع اللي راح أتكلم عنه حتى أظهر بشورة جيدة أمام المشتقبل يعني يدري أنا وش أبغى أو صلى وش الهدف اللي أنا أبغى أو صلى ويعمل على تحقيقه أيضا من معوقات الاتصال اللي هو عنصر الوقت عدم مراعاة الوقت من العوامل التي تؤدي إلى عرقلة عملية الاتصال أيضا من عوامل معوقات الاتصال الإداري اللي هي العوامل التنظيمية كلما زاد حجم المنظمة وتعددت المشتويات الإدارية كلما أدى إلى عدم فعلية الاتصال بين هذه المشتويات وبين الأفراد بعضهم مع بعضهم علاقة عكسية إذا زاد حجم المنظمة قلت الاتصال أو قلت فعلية الاتصال أيضا العوامل الاجتماعية بعض الأحيان يكون اتجاهات العاملين سلبية بوجود عدم ثقة في الإدارة أو غيره هذه الأمور السلبية أو الاتجاهات السلبية تزيد مشكلة الاتصال التعقيد بالتالي يؤثر على حجم ونوعية المعلومات المتبادلة بين أطراف التنظيم أيضا من العوامل المؤثرة أو المعوقات المؤثرة على الاتصال اللي هو التشويش طبعا يكون التشويش في أي مرحلة من مراحل عملية الاتصال وهذا يؤدي إلى قلة دقة الاتصال إذا حصل عندي تشويش يصير عندي قلة في دقة الاتصال أو تعطيله أو إعاقته طبعا مثل أمثلة التشويش اللي هي نقص المعلومة عدم كفاية الوقت سوق قناة الاتصال وغيره إذن معوقات الاتصال لغة الاتصال موضوع الاتصال عنصر الوقت العوامل التنظيمية والعوامل الاجتماعية والتشويش ننتقل الآن إلى نماذج من الاتصالات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أهتم الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه بوسائل الاتصال المختلفة لنشر الدعوة وتبليغ بسالة الناس أجمعين وقد تميزت تلك الفترة باستخدام الاتصال الشخصي بأشكاله المختلفة فكان عليه الصلاة والسلام من أولى وسائله الاتصالية التي التزم بها واستخدمها حتى توفاه الله الاتصال بالأفراد سواء كانوا كبارا أو صغارا رجالا أو نساء بيضا أو شودا وبالتجمعات الموسمية وبالقبائل والتوجه إليهم بالسفر كان يسافر من أجل تبليغهم كما استخدم عليه الصلاة والسلام الوسائل الاتصالية المتاحة في ذلك الوقت وكان من أهمها الخطابة والمندى والقصاد الشعرية والأسواق والمواسمة الثقافية والدينية والمكاتبات للملوك والقياصرة ومن أنثلة الكتابة ومن أنثلة الرسائل إلى الملوك والقياصرة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة النجاشي واسمه أصحمة بن الأبجر والرسالة كانت كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي أظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالات مع طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى إذن من نماذج الاتصال ووسيلة الاتصال في ذلك العصر هي السفر هي الخطابة هي المناداء والقصائد الشعرية والأسواق والمواسم الثقافية والدينية والمكاتبات للملوك والقياصر اختبر معلوماتك عزيز الطالب وأجب عن الأسئلة الآتية ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة الاتصال الصاعد يمثل عادة بالأوامر والتعليمات الإجابة خاطئة الاتصال الصاعد يمثل عادة بالتقارير أحسنتم استخدام الفوض ومصطلحات غير مفهومة أو تحمل أكثر من معنى يعد من معلوقات الاتصال الإجابة صحيحة المشتقبل هو العنصر الأول من عناصر الاتصال وهو الذي يأخذ زماما مبادرة في عملية الاتصال الإجابة أعطي أحسنتم من هو العنصر الأول المرسل التقارير المالية الدورية تعدها الإدارة لتقديمها للجمعية العمومية في الشركة والمساهمين وللمساهمين الإجابة صحيحة من أهداف الاتصال الإداري تعريف المرؤوسين للأهداف والسياسات والخطط في المنظمة الإجابة صحيحة أكتب تعريفا للاتصال الإداري ما هو تعريف الاتصال الإداري عزيز الطالب؟ أحسنت الاتصال الإداري هو عبارة عن سلوك يؤدي إلى تبادل المعلومات أو عملية نقل المعلومات من شخص إلى آخر بهدف إيجاد نوع من التفاهم المتبادل بينهما حدد نوع الاتصال لكل من الاتصالات الآتية اتصال عن طريق قنوات الهيكل التنظيمي في المنشأة يعتبر اتصال رسمي أحسنت صدور تعميم لجميع العاملين في المنشأة تعميم أكتوب أحسنت اتصال كتابي اتصال من مدير إدارة الإنتاج في المنشأة إلى رؤساء الأقسام في إدارته هو اتصال نازل أحسنت بارك الله فيك قل بتابية الشكل التالي والذي يمثل العملية الاتصالية أول عنصر من عناصر العملية الاتصالية هو المرسل أحسنتم ثم الرسالة الوسيلة ثم المستقبل وآخر شيء هو التغذية الراجعة بارك الله فيكم أربط كل عبارة في القائمة الأولى بما يناسبها في القائمة الثانية الإنسيابية هي من أحسنتم من مبادئ الاتصال الإداري شرح وتفسير القواعد والإجراءات من أهداف الاتصال الإداري العوامل التنظيمية تعتبر من معوقات الاتصال الإداري الندوات والاجتماعات تعتبر من وسائل الاتصال الإداري أحسنتم ردت فعل المستقبل للرسالة الاتصالية تعتبر من التغذية الراجعة شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته